شوف المهندس خلد عبد عزيز وزير الشباب والرياضة يعني مجهوداتك في دعم الرياضة وفي دعم البنية التحتية الرياضية مجهودات الحياة محدش يدر انكره بس كمان لو نضيف عليها تقديم أمثال هؤلاء الرياضيين الأبطال النجحين القدوة للشباب في مناسبات كتيرة يبقى رائع جدا رائع جدا أنه يتعمل منتديات للناس الشباب يتحوروا مع فريضة عصرية ويتحوروا ويسمعوا محمد صلاح وإنني وكل النماذج عندنا نماذج مشرفة جدا من المصريين النجحين حتى في مجالات علمية كتيرة برا لأنه فعلا البلد دا يحتاج كتير بجد ويجرى ايه؟ ويجرى ايه؟ ويجرى ايه؟ لما تتدفق بهذه الإيجابية يجرى يا ساذب رهيب لما النجوم دول سواء في الفن أو الأدب أو شعر الموهبين الصغيرين أو الناس اللي يجرى ايه؟ إنه يروح يزوروا زيارات ميدانية للمدارس الإعدادية اللي ابتدائي حيبقى تو قيرلي يعني أو بادري إنهم يستوعبوا هزا عجبني جدا لفكرة إنه هو فاروق الباز وغيره غيره من علماء مصر الكبار ينزلوا مدارسهم ينزلوا للجزور هده اللي أنا عايزه ها يعني كل واحد تقلق ينزل مدرسته بالضبط؟ يزورها ها ويحكي لهم ويقعدوا لليات جنبه كده ها شوف بقى شوف بقى تلاميذ مدرسة كفر الدوار لما يلاقوا الموهن سعاد لكياه في الصيب كفر زيار كفر زيار لا ما عارفش إذا كنت أنا قدوة لا لا أنا عايز الناس لا إذا كان حقايا ونجاح طبعا نعمل قدوة بشبري يا حبيبي إذا كانوا حقايا ونجاح حقيقي طبعا يعودوا وينقلوا تجربتهم للناس صحيح ده نعاز فرق ناشين في النادي الأهلي كل النجوم الكبار الأيقونات بتاعتنا تروح لهم وتقعد معهم وتكلمهم عن تجربة بس النجوم الصح القدوة اللي ملهمش مشاكل طول عمرهم بالعكس طول عمرهم مكرسين حياتهم لخدمة الرياضة والنادي دول اللي تقعدوا والشباب يبقى فرحان بيهم بالضبط؟ فأرجو أن النموذج ده ينطلق بقى وتبقى مبادرة يا جماعة أو هذه دعوة عشان فعلا كفاية حبيشة وعبده مؤتة ونمازج موجود ده لكن يبقى جنبه يبقى جنبه نقدم نمازج طيبة كل واحد من أبطال أكتوبر لو راح مدرسة سنوي ولا مدرسة أهداي دي طالع منها وحكى لهم قصتين ثلاثة من اللي عرفوا ايه المانع يروح منطقته التعليمية عشان يبقى كذا مدرسة يعملوا له ندوة يحكي فيها صحيح هذا كلام أنا في فيترس بورت عملت ندوة علشان كان عشان صخافي يعني ذكرى 6 أكتوبر وجه ناس من أبطالنا قالوا كلام أنا نفسي بقيت يا جماعة الناس مش عارفة الحاجات ده بقيت قاعد منباهر بالتخطيط وضقة التخطيط صحيح والإخلاص اللي كان في العملية اللي نجحتنا هذا هو الكلام اللي يبد أن تنتم نتمنى إن شاء الله شكرا